شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الله صدق على كتابه الحكيم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقُّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعُ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ صدق الله العلي العظيم لابد أن نطرح على أنفسنا السؤال التالي ماذا يمثل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بالنسبة إلينا في الإجابة على هذا السؤال نذكر ثلاث نقاط النقطة الأولى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يمثلون الأدلاء على الله لكي تتضح هذه النقطة لابد أن نقدم مقدمة صغيرة حول كيفية حركة الفكر البشري هذا الفكر الذي نحمله هذه العقول التي منحنا الله سبحانه وتعالى إياها ما هي آلية حركتها؟ الفكر عندما يصطدم بمشكل عندما يقف أمام مجهول لكي يعالج هذا المشكل ولكي يكشف أعماق هذا المجهول هذا العقل يقوم بحركتين الحركة الأولى حركة من المجهول إلى المعلوم والحركة الثانية حركة من المعلوم إلى المجهول هناك معضلة هناك مشكلة نحاول حل هذه المشكلة هناك مشكلة في الطب الطبيب الحاذق يحاول أن يحل هذه المشكلة ولكن هذه المشكلة مو بديهية متتفتح عن محتوياتها بسهولة هذا العقل يقف عاجزاً عن حل هذه المشكلة ماذا يعمل العقل يقوم بحركتين الحركة الأولى حركة من المجهول إلى المعلوم العقل يبحث عن المبادئ عن المقدمات عن القضايا المسلمة يحاول أن يرجع إلى هذه القضايا لكي يستعين بها على كشف المجهول يجي إلى هذه المقدمات الموجودة يبحث فيها واحداً بعد واحد ياه من هذه المقدمات أي من هذه المبادئ يمكن أن يستخدم كوسيلة لحل هذه المشكلة هذه الحركة الأولى بعد أن يحصل العقل على الوسيلة المناسبة يعود إلى الحركة الثانية موقف العقل الآن غير موقف العقل من قبل لأن قبل واجه المشكل ما عنده أداة ما عنده وسيلة ما عنده شيء يفتح ذلك المجهول ولكن في هذه الحركة الثانية الحركة من المعلوم إلى المجهول العقل يأتي مزوداً بالأدات بهذه المبادئ يأتي قوياً مهيمناً ويفتح في هذه الحركة الثانية المجهول بكل سهولة لنمثل مثالاً مادياً على ذلك علمتم بطريقة من الطرق أن هنا كنزاً سابقاً ما كانت بنوك فكانوا يكنزون الأموال يحفر في مكان بقعة ويدفن الذهب والفضح أنت تعلم بأن الكنز في هذه النقطة تأتي إلى هذه النقطة ولكن ما عندك وسيلة كيف تصل إلى هذا الكنز أنت عاجز عن ذلك ترجع إلى المخزن اتروح تاخذ الفأس والأدوات التي تناسب هذا الهدف هذه الحركة الأولى ترتد من الكنز إلى المخزن عندما عثرت على الأدوات المناسبة تأخذ الأدات وتأتي إلى الكنز وتحفره وتحصل على ذلك الكنز الحركة الأولى حركة من الكنز إلى المخزن والحركة الثانية حركة من المخزن إلى الكنز هذا في الماديات واضح نجي إلى القضايا الفكرية نحن لا نعلم أن هذا العالم الذي نعيش فيه قديم أو خادق هناك ملايين من البشر يقولون أن هذا العالم قديم هذا العالم لا يوجد له صانع لا يوجد له خالق هذا مشكل نحاول حل هذا المشكل شلون نحل نجي إلى المبادئ نأتي إلى القانون الثاني من قوانين الديناميك الحرارية هذا القانون بتفاصيله العلمية يثبت أن هذا العالم المادي لا يمكن أن يكون قديما لأن هذا العالم إذا كان قديما لنتهت فاعليته منذ أمد بعيد هذه الشمس لو كانت قديمة حسب هذا القانون لو كانت قديمة لنتهت حرارتها منذ أمد بعيد هذا المبدأ هذه المقدمة أخذناها فحل لنا هذا المجهول العالم حادث ولا يمكن أن يكون قديما على ضوء هذا المدخل نأتي إلينا نحن البشر ما هو دليلنا إلى الله ما هو دليلنا إلى النبوات ما هو دليلنا إلى المعاد ويوم القيامة هناك أمور بديهية ولكن غالب هذه التفاصيل تفاصيل نظرية نحن كيف نكشف عالم الغيب لعل لا نستطيع أن نكشف بعض معادلات عالم الشهادة ولكن إشلون نكشف مبهمات عالم الغيب كيف نكشف صفات الله سبحانه وتعالى بالقدر المتاح لنا نحن البشر كيف نعرف الله كيف نعرف النبي كيف نعرف الإمام ما عندنا وسائل معرفة هذه الأشياء في الكنز نحتاج إلى فأس عندك الفأس تصل إلى الكنز ولكن إحنا ما عندنا أدوات كشف عالم الغيب هنا يظهر دور من أدوار أهل البيت أهل البيت هم أدلاؤنا على الله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم الذين يكشفون لنا أسرار عالم الغيب ويضعوننا على الطريق الصحيح في رؤيتنا إلى عالم الغيب الآخرين كيف يسيرون في هذا الطريق نحن مطمئنون إن مطمئنون من هذا الطريق ليش لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي هذا الحديث مو إحنا نذكره يذكره كبار علماء العامة راجعوا صحيح الترمذي هذا الحديث موجود في صحيح الترمذي بلفظ عترتي هذا الحديث موجود في صحيح النسائي بلفظ عترتي نحن مطمئنين إذا يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سألنا عن هذا الخط عن هذه الرؤية عن هذا المسير هذا هو المبرئ هذا هو الحديث الذي اتفق عليه كافة المسلمين حتى ابن حجر وهو ممن تعرفون في تعصبه وألف كتاب الصواعق المحرقة في رد أهل البدع والزندقح يريد الموالين لأهل البيت ابن حجر راجعوا كتابه الصواعق المحرقة هذا موجود في كل المكتبات المعنية بهذه الشؤون في باب وصية النبي بهم ينقل هذا الحديث إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي يقول تتمة الحديث فلا تقدموهما فتهلكوا الذين تجاوزوا أهل البيت المتقدم لهم مارق ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلموا منكم ابن حجر يقول لاحظوا هذه العبارة يقول هذا الحديث هذا الحديث دليل على أن من تأهل منهم للمراتب العلمية والوظائف الدينية كان مقدما على غيره العلامة شرف الدين رحمة الله تعالى عليه أنا أوصي جميع الشباب بأن يطالعوا جميع كتبه يقول سله أنت الذي تنقل هذا الحديث وتقول بأن هذا الحديث دليل على أنهم مقدمون على غيرهم سله يعني سل ابن حجر لماذا قدم الأشعرية عليهم في أصول الدين لماذا لا ترجع في أصول الدين إليهم وترجع إلى غيرهم وقدم الفقهاء في الفروع عليهم يعني فقهاء الآخرين وكيف اعتمد في الحديث على عمران بن حطان وأمثاله من الخوارج ولم يذهب إلى بابهم الإمام الصادق يترك في ذلك الصحيح المعين ولا يروى عنه حديث واحد ولكن عمران بن حطان الخارجي يذكر منه أحاديث متعددة هذا هو التمسك بأهل البيت وقدم في التفسير عليهم مقاتل بن سليمان المرجئي المجسم نحن عندنا عذر أمام الله نقول لله سبحانه وتعالى يا الله هؤلاء أنت جعلتهم على لسان نبيك أدلاء عليك وهدات إلى دربك ولكن الذين يتبعون الآخرين يتبعون عبد الله الأفطح مثلا ما عذر من يتبع عبد الله الأفطح هل قال النبي صلى الله عليه وآله اتبعوا عبد الله الأفطح هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمسك بعبد الله الأفطح فقد هدي ونجا أصلا عبد الله الأفطح ما كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله لو فرضنا أن عبد الله الأفطح كان في زمان النبي ولكن هل قال النبي شيئا أتمكن أن أجعله مبرئا لذمتي أمام الله هذا هو الدور الأول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هم الأدلاء لنا على الله هم الذين يبينون لنا حلال الله وحرام الله هم المرجع في أخذ الأحكام الشرعية هذا هو الدور الأول الدور الثاني أهل البيت يرسمون لنا الحياة السعيدة كيف نسعد في حياتنا لماذا هذه المشاكل في كل يوم في أغلب العوائل ليش أغلب العوائل تجدون فيها مشاكل هل الزوج هو المقصر؟ ربما الزوجة هي المقصرة؟ ربما كلاهما هو المقصر؟ ربما لكن لماذا هذه المشاكل؟ ليش إحنا حياتنا الاجتماعية مشحونة بهذه المشاكل؟ لأننا ابتعدنا عن هديه إن تراجعوا رسالة الحقوق للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه الذي في هذه الأيام نحن نعيش في ذكرى ميلاده والشروح التي كتبت على هذه الرسالة حقيقة إذا رسالة الحقوق إذا كنا ننفذها إذا كنا نفهمها ونعقلها ما كانت هذه المشكلات؟ كلمة تحل المشكلة بكاملها ذاك الرجل يأتي إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول له علمني كيف أصلي الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي عليه خمسين أو ستين سنة وهو لا يعرف صلاته خمسين سنة عايش ما يعرف صلاته ثم الإمام الصادق قام صلوات الله عليه وصلى الصلاة التي يريدها الله سبحانه وتعالى الفقهاء يذكرون هذه الرواية ويعتبرونها من الروايات البيانية حقيقة ما أقبح بالرجل يمر علي خمسين سنة وما أقبح بالمرأة يمر عليها خمسين سنة ولا تعرف فكر الأئمة صلوات الله عليهم في العلاقات الزوجية الأب لا يعرف فكر الأئمة في أنه كيف يعامل ولده الأئمة صلوات الله عليهم أولاً أدلاؤنا على الله وثانياً هم الذين يرسمون لنا الحياة السعيدة وثالثاً الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين عندما يقف الإنسان مضطراً تنسد أمامه جميع الطرق من هو الملجأ ومن هو الملاذ الملاذ هم أهل البيت صلوات الله وسلامه وعليهم أجمعين هناك شخص من العباد والزهاد باسم الشيخ محمد الكوفي هذا الرجل أنا لم أره ولكن رأيت شخصين من العلماء رأي هذا الشخص وتتبع أحواله وقضاياه هذا الشخص ينقل عنه أحد هذين العالمين يقول الشيخ محمد الكوفي في الأزمنة القديمة قبل يمكن حوالي سبعين عام ستين عام أو أكثر يقول نقل لأنني ذهبت إلى حج بيت الله الحرام في ذلك الوقت طيار ماكو سيار ماكو فذهبنا إلى الحج على الجمال رحنا إلى الحج رزقنا الله وإياكم الحج في هذا العام وفي كل عام وأتممنا المناسك وعدنا إلى بلادنا إلى الكوفة يقول أنه عندما عدنا أنا إن فصلت عن القافلة لحاجة وإذا بالقافلة تذهب ولم يبق هناك أثر من هذه القافلة والصحراء بين السعودية وبين العراق صحراء قاحلة لا يستطيع الشخص أن يميز فيها الطريق يقول أنا كارت ماذا أصنع وحدي في الصحراء ما عندي زاد ما عندي أكل ما عندي ماء فتركت الجمل على هواه هو يمشي وين أوجهه وين أروح يقول الجمل أخذ يمشي على هواه يقول كان وصلنا في منطقة وأمامنا مستنقع ضحل مياه مستنقعات ضحلة الجمل دخل في المستنقع يقول دخل ودخل ودخل وإذا به يغوص في ذلك المستنقع يقول الجمل أخذ يغوص في ذلك المستنقع وبعد توقف في مكانه بعد لا يتمكن لا يروح ولا يعود يقول أنا مقاعد فوق الجمل وحقيقة أسقط في يدي لأنه لازم يقعد في مكانه إما الجمل يسقط في المستنقع وإما أنه أن يبقى هكذا إلى أن يموت هو من يتمكن ينزل من الجمل حتى يخرج هو من يوقع في المستنقى يقول أنا في الواقع رأيت الموت بعيني يقول في هذه اللحظات جاء إلى ذهني أن لنا وليا إحنا مو متروكين هكذا هناك ولي يرعانا ولكن بشرط التوجه فإنكم وسيلة إلى الله الإمام صلى الله عليه قال لعلماء البحرين في تلك القصة ليش من اليوم الأول ما نادتوني في تلك المشكلة التي حدثت موجودون ولكن يجب أن نتوجه إليهم يقول تذكرت الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه وناديت من كل وجودي يا أبا صالح أدركني بعد هنا إضطرار بعد هنا ماكو طريقة ثانية يقول هذا النداء الواحد كررته عدة مرات وإذا بي أجد فارسا يأتي على فرس ويمشي فوق الماء يقول جاء وأخذ الجمل وهمس في أذنه بعض الكلمات لم أسمع هذه الكلمات لم أسمع سوا هاتين الكلمتين حتى الباب هذا هو واختفى عني رجل خارق إما الإمام الحجة صلوات الله عليه كان أو واحد من الأبدال من قبل الإمام الحجة يقول بمجرد ما اختفى عني وإذا بهذا الجمل يمشي بكل يسر وسهولة فوق ماء المستنقع يقول مشينا 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 بعد وقت قصير وإذا بنا على بوابة الكوفح يقول الجمل برك شما حركته ما يتحرك شفت واضح عليه الإعياء والتعب خالته مو طبيعية يقول نزلت وهمست في أذنه حتى الباب حتى الباب يقول الجمل قام ومشى ودخل الكوفح ووصل إلى باب بيتي وسقط رأيته وإذا به قد مات حتى الباب هذه الكلمة أثرت في هذا العالم بالولاية التكوينية التي يمتلكها المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم وأنقذه من موت محقق وجاء به حتى الباب نذكر قصة عن سيد الشهداء صلوات الله عليه العلامة الحجة السيد محمد كاظم القزويني الذي رأيتموه وسمعتم منابره هذا في مدة قبل خوالي خمسة وعشرين عام كان ينوب عن الوالد في إعطاء الراتب الشهري للحوزة العلمية في مدة خوالي عام لأن الوالد خرج فبقي هو في كربلاء وكان يعطي هذا المال لتمشية أمور الخوزة العلمية ودعم المؤسسات الدينية أنقل هذه القصة بطريقين طريق بلا واسطة وطريق مع الواسطة في يوم من الأيام بكرة أول الشهر هذا المخصص الشهري لا بد أن يعطاه ما يمكن عندما يكون هناك قرار لا بد أن يعطاه ولم يكن عندي فلس واحد كل شيء معني ما الذي أعمل؟ ممن أقترض إذا أكو هناك مورد للقرض ما عندي مانع ولكن في تلك الأجواء الإرهابية قبل حوالي خمسة وعشرين عام حتى ماكو هناك واحد يقرض أيضا يقول أنا تحيرت بعديا تذكرت أني بقرب سيد الشهداء هؤلاء هم الملجأ وهم وسائلنا إلى الله يقول أنا مكتبت للإمام سيد الشهداء الإمام الحسين صلى الله عليه مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا ومولانا إحنا سامعين أن بحر العلوم سيد مهدي بحر العلوم هذا كان عندما وقع في ضائقة مالية في مكة الإمام الحج صلى الله عليه نجاه من تلك الضائقة المالية في القصة المعروفة وأنت جد ذلك الإمام وأنت أيضا قادر على أن تنجينا من هذه الضائقة هذه مو قضية شخصية هذا فلوس مو إلي أنا ما أريد أشتري بيات أو دكان أو شيء لا وإنما هو راتب يرتبط بالحوزة العلمية والمؤسسات الدينية وبكرة أول الشهر أنت سولنا حال يقول جئت إلى حرم سيد الشهداء صلوات الله عليه وألقيت هذا المكتوب في الظريح ما عدهم حياة وموت إذا كان الشهداء أحيا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيا إذا الشهداء كانوا أحيا فكيف بأئمة أهل البيت صلوات الله عليه فكيف بسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه يقول الليل مضى بكرة أنا قمت صباحا أول الشهر صلي الصلاة الصبح وإذا بالباب تطرق فتحت الباب واحد من الأخيار وبيده كيس يقول أنا بمجرد ما رأيته دمعة عيناي قال سيدنا شنو ليش قلت له في الواقع أنت حوالة سيد الشهداء أنت مبعوث سيد الشهداء يقول قال لي شلون يقول شرحت له القضية قال عجيب القضية أنا البارحة فجأة ألقي في روعي أن آتي وأقدم لكم هذا المبلغ شلون ما يحتاج له شلون الولاية التكوينية يعني النظر واحدة تلقى في قلب الشخص هذا الشخص يتوجه إلى حل لذلك المشكل يقول قلت لذلك الشخص أنه هذا نظر لطفهم إليك هذا نظر لطفهم إليك وإلا أهواي أفراد أكو أهواي مقتدرين أكو ليش هذا الإلهام ألقي في قلبك هذا يدل على أن هناك عناية خاصة من سيد الشهداء بك يقول قدم لي الشيء يقول بعد ما راح حسبت المبلغ مبلغ احتياجنا كان ألف دينار قبل خمسة وعشرين سنة كان مبلغ ضخم والمبلغ الذي كان في المظروف أو في الكيس ألف دينار هذه النظرات هذا التوجه منهم هناك مئات من الشواهد والنماذج على ذلك يجب علينا في هذه الأيام أن نستلهم من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الهداية إلى الله أولا وتخطيط الحياة السعيدة ثانيا وأن نجعلهم وسيلتنا للنجاة من مشاكل الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يسكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر